هلو افريون this is unit number 13 i want to be a program شو يعني programmer يعني مبرمج مبرمج نعم خلينا نشوف unit number 13 اعزائنا طلاب صف سادس رح نركز فيها على استخدام كيف نستخدم because وكيف رح نستخدم present perfect استخدام four تمام خلينا نشوف وين هدول اصلا موجودين الاثنين في نصنا لهذه الوحدة unit number 13 خلينا نقرأ number one يا سيف اقرأ لك اياها وانت تقرأ number two اقرأ لك اياها وانت تقرأ number two all right يلا number one miss selma says في عندي صورة لمس selma عم بتعرف بزائرة موجودة في الصف وفي عنا الطلاب الصف تمام miss selma says this week we're going to talk about jobs we've got a visitor today this is miss sabban she's a computer programmer miss sabban hello everyone i am a computer programmer i design programs for computers it's a fascinating job it's a fascinating job do you like computers samira said yes i do اذا نتحدث في عنا الصورة الاولى انو مثل ما بتقول هذا الاسبوع راح نحكي عن jobs jobs معناها اعمال ميهن واعمال وظائف we've got a visitor عنا visitor عنا زائر نعم اليوم مين هو هو miss sabban الآن اسا sabban وهي عبارة عن مبرمجة computer computer programmer قالت miss sabban مرحبا جميعا انا مبرمجة computer ش يعني مبرمجة يعني انا i design وصمم design معناها نصمم وصمم برامج programs يعني برامج programs for computers برامج لا ياس وهو كتير عمل رائع انتو بتحبوا الكمبيوترات قالت samira yes i do او هي عم تسأل طالبة لحالها اللي هي samira بتقولها yes i do يلا صورة تانية شو منحكي فيها صورة ثانية شو بتحكي mrs salma have you got any questions for mrs sabban please put up your hands samira how long have you been at computer programmer 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 mrs sabban miss sabban i i've been a computer programmer for for three years اذا هون مثل ما عم تحكي بتقول عندكو اسئلة للانسة صبان اللي عندو اسئلة يرفع ايدو put up your hands اللي يعني يرفعو ديكم قالت samira رفعت samira ايدها بتقول how long have you been a computer programmer how long يعني ادي الفترة الزمنية اللي كنت فيها مبرمجة كمبيوتر قالت miss sabban الانسة صبان انا كنتو مبرمجة كمبيوتر لمدة ثلاثة سنوات هذا التعبير كتير مهم هو اللي رح نركز عليه احنا في وحدتنا لليوم اللي هو i have been a computer programmer for three years لقد كنتو تمام لعدة لثلاثة سنوات دائما كل ما نشوف four او since استخدموا have been رح نشرح القاعدة ان شاء الله ننتقل معكم ل picture number three okay سورة تعالت يلا سميرا what do you want to be when you you're older ليلة ليلة i want to be an accountant يعني انا بدي اصير محاسبة yes سميرا سميرا why do you want to be an accountant an accountant اهلا تلها i want to be an accountant because i like working with numbers accountants help people to organize their money اذا هلا هون بعد ما طلعت الزائرة هادي اللي عندهم صارت سميرا تسأل ليلة صاحبات عم بيحكوا مع بعض بتقول سميرا شو حابة تصيري لما تكبر يا ليلة آلت لها بدي أصير accountant ساد اسم معناها محاسب اكتبوا عندها محاسب آلت سميرا why ليه بدك تصيري محاسبة آلت لها لأنه انا i like بحب أشتغل بالأرقام accountants help people بيساعدوا الناس عشان ينظموا أمورهم المالية organize يعني ينظم طيب ننتقل معك لآخر سورة ليلى ساد what about you سميرا what do you want to be انت شو حابة تصيري يا سميرا آلت لها i want to be a computer programmer i think that it's an important job i really enjoyed miss sabban's talk ليلى ساد it's the perfect job for you you're very good at using computer سالتها بتقول سميرا انت شو حابة تصير آلت لها أنا حابة تصير مبرمجة computer لأنه اعتقد انه important كتير مهم هذا الشغل وانا كتير حبيت الحكي تبع miss sabban آلت لها كتير حلو هذا الشغل هذا مثالي كتير رائع وبشبه لأن you're very good at using computer كتير صف سادس إذن راح نشرح القاعدة بس قبل هيك راح نشوف listening هون كتير حلو ممتع في عندي صورتان we have two pictures a picture of an accountant and a picture of a librarian طيب هلأ راح نقرأ الحوار ورح نشوف إن الجواب هو صورة هاي التانية عشان ما نقرأ مرتين الحوار أو listening مرتين إذن what job does Layla's uncle do راح يشتغل هو librarian تمام هلأ السؤال اللي بدنا إياه إذن هون نكتب librarian نكتب جواب هون المطلوب مننا برقم 3 على نفس الconversation اللي راح نسمع نفس القطع الإسكمال راح نحكيها هون وركز على هون شو المطلوب ياسف بدنا نسمع مرة تانية ون نختار how long have you been interested in libraries قدي كنت مهتم interested يعني مهتم في المكتبات هذا سؤال راح ينسأله السؤال فيه هون عني خيارين الخيار صح هو for 20 years خلينا نتأكد هلأ وكمان رد نسأله how long have you worked as a librarian قدي عاد تشتغل هاي الشغلة 15 years راح نشوف 15 years مش 5 خلينا نتأكد worked at the university of jordan قديش تغلت في جامعة الاردنية for 12 years مش 2 years خلينا نتأكد إذن من هذا الحوار واسمه مضبوط يا سادس هو ركز إذن الحوار هو كالتالي ليلة ليلة هي اللي بتحكي مع الأنكل تقول فيه ليلة hi أنكل علي we're learning about jobs at school can I ask you some questions ليلة عم تحكي مع عم ها بتقول أنا حاب أسألك أسألك yes of course أردت ليلة so you're a university librarian how long have you been interested in libraries أنكل علي said I've been أنت بو يا سادس I've been interested in libraries for about 20 years I first visited a university library when I was 17 I loved it إذن جواب أول سؤال for 20 years نعم نكمل الحوار ردت سألة ليلة بتقول لو when did you study to be a librarian أنكل علي I studied to be a librarian after I finished university so how long have you worked as a librarian أنكل علي said I've worked for 15 years ليلة for 15 years قال لها عنك العلي yes in my first job I worked in a small library in my town and I got to for 15 years we need to come to see on how to work in jammal or how work here ? let خلينا نكمل. ردت آلت له. رد آللها ياس. In my first job, I worked in a small library in my town. ليلة asked, what happened next? آللها عنك العلي. I got my job 12 years ago. Now I help university students to find books every day. I love my job. إذن هون شو حكا؟ I got my job 12 years ago. إذن قبل 12 سنة. إذن الجواب هو 12 years ago. تمام. عند 12 years حطونا دائرة. خلينا نكمل. دقيقة شوي. إذن هون قبل 12 سنة. وكاني هلأ حاليا مساعدة university students. يعني طلاب الجامعة عشان يلاقوا الكتب. قالت له ليلى. So you've worked in the library at the University of Jordan for 12 years. قال لها. Yes, that's right. قالت له. What an interesting job. Thanks, أكل علي. ممتاز. طيب هلأ ننتقل معاكم للسؤال الرابع. وفيهم نسأل يا سيف. Ask and answer. قرأ. Ask and answer. How long have you been a pupil at this school? أدي إلك طالب بهاي المدرسة. Pupil معنىها طالب. طالب. تمام. شو قال له؟ I've been a pupil at this school for five years. ممتاز. طيب نسألك أنا ياسف. How long have you lived in your house? in this house. How long? أدي إلك ساكن في هون هذا البيت. 20. No, هون 3 years. 3. 3 years. هاي إجاباتكم الخاصة يا سادس. اكتبوها. أنتوا أدي إلكوا عايشين في بيتكم الحالي. إذا غيرتوا البيت ما غيرتوا. السؤال الثالث. How long have you studied English? أدي إلكوا بتدرسوا إنجليزي. إنجليزي. أنت ساب سادس. 6. 6. 6. وإنت عمرك الثلاثناش يعني إلك 6 years. يس ممتاز. طيب ننتقل لسؤال الرابع. بقول لك. How long have you known your best friend? صديقك العزيز. العزيز. أدي إلك بتعرفه. I am. اختار عندك صديقك وأحكي لأدي إلك. For one. إذا بدك تحكي one بدك تحكي one year. تمام؟ ما منحكي years. Very good. ننتقل معاك إلى صفحة 66. ومنكمل معكم يا سادس. في عندنا هل القطعة بتحكي the young inventor. The young inventor معناها المخترع الشاب. Inventor معناها مخترع. تمام؟ طيب خلينا شوف بالضبط شوف بتحكي القطعة. بتقول عبد الرحمن الزورقان is an inventor from Jordan. He was born in 1990 in طفيلة. His father was a farmer. When he was a child, عبد الرحمن helped him on the farm. Life on the farm was difficult because there wasn't enough water for the plants in the summer. In the winter, the plants got too cold. أبل ما نكمل، إذن هولا من نحكي عن مخترع الصغير. The young، المخترع الصغير أو الشاب. عبد الرحمن الزرغان. هو inventor. هو مخترع من الأردن. ولد سنة 1990. في الطفيلة. His father أبوه كان مزارع. لما كان طفل عبد الرحمن كان يساعد أبوه. Hem يعني بتعود على مين؟ على الفارمر على أبوه. على his father. إذن الهم بتعود على his father. Life on the farm أكيد الحياة في المزرعة مش سهلة أبداً. بالعكس بتكون صعبة. لماذا؟ Because there wasn't enough water. ما كان في كتير ماء كافية. للبلانتس للمزرعات في فصل الصيف. In the winter the plants got too cold. فبالتالي بالشتاء كانت البلانتس. النباتات تشعر ببرد جداً شديد. While they were still at school. عبد الرحمن and his brother محمد. Invented a new machine. لما كانوا مازالوا لسا بالمدرسة على مقاعد دراسة. عبد الرحمن وأخوه محمد. يجوا اخترعوا آلة جديدة. اخترعوا انفنتد آلة جديدة. خلنا شوف شو هي هاي الآلة. The machine watered plants in the summer and kept them warm in the winter. The brothers wrote about the machine and entered a competition for students. عبد الرحمن and محمد won a prize. After he left school. عبد الرحمن decided that he wanted to help more young people. So he taught them about his ideas. He also started to work for a charity for young people. عبد الرحمن thinks that it's very important to have dreams for the future. His dream is to help other people and to make the world better. إذن هون حكينا عن الآلة. الآلة هدفها الرئيسي إنها تسقي النباتات في فصل الصيف. وتخليهم دافين بنفس الوقت في فصل الشتاء. إذن watered plants يعني تسقي النباتات في الصيف. keep them warm يعني تحافظ على دفئهم على درجة الحرارة المناسبة في الشتاء. Brothers اللهم مين طبعا عبد الرحمن وأخوه محمد. كتبوا عن هذه الآلة ودخلوا competition أكيد مسابقة منافسة. مع الأطفال مع الطلاب الآخرين. طبعا أكيد هنا فازوا بهذه المسابقة وحصلوا على جائزة. بعد ما خلصوا الدراسة عبد الرحمن قرر إنه رح يساعد شباب أكتر. أوكي؟ يعني أكثر عدد ممكن من الشباب. فبالتالي سار يعلمهم عن أفكاره وبلش يشتغل حتى في جمعية خيرية بتوعنا بالشباب. عبد الرحمن بعتقد إنه كتير مهم الواحد يكون عنده dreams. يكون عنده طموحات. يكون عنده أحلام للفوتشر للمستقبل. His dream is to help other people. هدفه الرئيسي وأحلامه هي كانت إنه يساعد الناس وmake the world better. يعني يجعل العالم يعني يمشي بشكل أفضل. أوكي؟ now read again and answer. السؤال الأول بيحكينا وير دد عبد الرحمن grow up؟ لما نحكي عن وير بنسأل عن المكان. وين هو نمى؟ وين يعني كبر؟ هو كبر أكيد هو ولد في الطفيلة وأكيد كبر في الطفيلة. فبالتالي إين طفيلة؟ نكتب هون طفيلة. فينا نكتب إيجابة كاملة. أوكي السؤال الثاني. نحن حكينا وشرحنا ليه كانت الحياة في المزرعة كتير صعبة؟ الحياة في المزرعة كانت كتير صعبة أن نرجع هون يا سادس. هاي هذا ما أنتم شايفين. زي ما حكينا نحن هذا التدريب مركزين عليه نحن استخدام البكوز. لأنه ما في مياه كافية إذن هون هذا بيكون جواب السؤال الثاني. نكتبه يا سادس. السؤال الثالث بيحكينا نحن حكينا هدف الرئيسي من هذه الآلة إذن هدول السطرين هن إجابة السؤال الثالث. نكتب هون ثري. أو فينا نكتب هون الإجابة أو الأفضل نكتبها على دفاترنا. number four says what did the brothers do with their invention؟ شو عملوا بهذا الاختراع؟ طبعا من خلال هذا الاختراع they entered a competition for students and they won the prize. إذن هن ندخلوا في competition في مسابقة. alright and they won the prize. هذا الجواب الرابع. السؤال الرابع إذن هون they wrote ممكن نبلش من هون they wrote about the machine and entered a competition for students which they won. in which they won. طيب. number five بيحكينا what did عبد الرحمن decide to do? شو قرر يعمل to help young people in Jordan? what did he decide to do? he wanted هون حكينا he wanted to help more young people. كيف يساعد دول الشباب by teaching them about his ideas? is and how what did he do? what did he decide? he decided to help young people in Jordan that he taught them about his ideas and he also started to work for a charity. إذن نبلش من هون يا سادس he taught بلش من عند كلمة taught لحدد كلمة people هذا كله جواب السؤال الخامس خبرهم عن أفكاره ودخل في جمعية خيرية عشان يساعد الشباب now number six says what is عبد الرحمن's dream for the future? why do you think this is his dream? إذن السؤال اللي بعديه بيحكينا إنه شو هو حلم عبد الرحمن for the future شو حلمه for the future? نحن هكينا إنه his dream أو عبد الرحمن thinks that it's very important to have dreams for the future هو شو حلمه what was his dream? his dream is to help من بلش من عند is to help other people and make the world better يجعل العالم يمشي بشكل أحسن يعني يكون أحلى وأحسن هذا هو حلمه so this is number six منكمل علي why do you think that this is his dream? why? because his invention actually helped him and his father okay ليش نعتقد إنه هذا هو حلمه yes this is his dream ليش هو حلمه? because because ممكن نحكي because his invention helped his father and he wanted to help others ijk يعني هو اختراعه ساعد أبوه فبالتالي يعني كان الهدف أصلا من اختراعه إنه يساعد أبوه في عمل المزرعة يعني في عمل المزرعة فبالتالي هو هدفه الرئيسي كان إنه يساعد أبوه وإنه لنرى نوع 7 لماذا تعتقد أن عبد الرحمن أساعد أن يساعد أساعد young people in Jordan لماذا هو قرر أن يساعد young people in Jordan because I think بالنسبة لإلي أنا because they need help الشباب الأردني بحاجة إلى المساعدة عرفتكم كيف بحاجة إلى المساعدة فبالتالي هو نفسه يعني ما حد ساعده بالعكس ممكن فكرة بالجور فكرة فبالتالي ساعدته مع شوية إبداع مع شوية مساعدة بجوز من أهله ودعم من حواليه أكيد فهو حصل على المساعدة المعنوية وممكن المادي كمان من أهله فنفس الشي هو حب يوفرها لغيره من الشباب because يعني in his opinion they might need help ننتقل معكم to exercise number 7 let's move here ask and answer يعني اسألوا وجاوبوا البنات بيحكوا what is your dream for the future قالت my dream for the future is to invent a new medicine to help people إذن شو هو حلمك للمستقبل آلة حلمي للمستقبل إنه نخترع أو إنه أخترع دواء الجديد لمساعدة الناس تمام طيب let's move now to page number 67 طيب المطلوب منها listen and say I live in Jordan عمان is a big city إذن I live in Jordan I live in Jordan لاحظتوا كيف I live in Jordan منبلش عالي وبننزل شوي واطي أما عمان is a big city نفس الشي بداية الجملة بتكون عالية وبننزل وبنزل شوي فيها بالتون يعني بقوة بقوة التون بقوة النغمة اللي احنا اللي بنحكي فيها اوكي talk about you عنا مجموعة هذه الكلمات كتير حلوين accountant محاسب architect مهندس معماري dentist معناها طبيب أسنان farmer مزارع computer programmer مبرمج nurse ممرضة pilot طيار scientist معناها عالم teacher معلم tour guide الدليل السياحي when do you want to be what what do you want to be when you're older قالت I want to be a teacher انتو يا سادس حاولوا اسألوا بعض what do you want to be when you're older I want to be a teacher فينا نختار من هون I want to be a farmer I want to be a pilot I want to be a scientist إذا بدار كلمة teacher من هون منشيلها نختار واحدة من هدول الكلمات تمام نيجي لهون why إذا هون أول شي شو حابة تصير لما تكبر قالت لها معلمة هلا منقول why ليه why do you want to be a teacher نحن هون سألنا عن teacher فمنقول لك why do you want to be a teacher بتقول I want to be a teacher because I like helping people because إذا ها منعنا الجملة because I like helping people طيب نحن هون سألنا what do you want to be يقول لنا مثلا خلينا نصير شو نختار نختار مثلا دنتست دنتست طبيب أسنان ليه بدنا نصير دنتست إذا why do you want to be a dentist بدل كلمة teacher رح نختار أكي دنتست إذا ما اختارنا هون دنتست دنتست رح نقول I want to be a dentist إذا التيتشر رح تروح بتصير دنتست ليه because I like helping people فينا نخليها نفس الجملة وفينا نغير هنقول because I like treating people's teeth مثلا I like medicine ممكن نحكي I like the field of medicine ممكن نختار أنا بحب مجال الطب مثلا هلا الصونج الموجودة عنا I want to be a dentist because I like helping you I'll make the patients better and help them feel happy too I want to be a pilot هون بدو تتصير طيار I want to fly a plane I'll go to different countries then I'll come back again مثلا إذا اخترنا pilot لبدك تصير pilot زي هون ممكن نحكي because I love traveling from one country to another مثلا هون شو هي inventor I'll be a great inventor I want to make new things I'll make machines and robots or computers that can sing بهتما نكون هنا وحدتنا إن شاء الله نراكم في الوحدة القادمة اللي وحدة number 14 منحكي فيها عن will they become extent thank you for watching goodbye مرحبا الغاط على زرزي الاشتراك بهتما hacer